فيه ناس كدبوا النهاردة كده شفت شوية حاجات بس ما فيه امتهاش فيه شنطة وفيه عربية جاية من اتحاد الكورة فيها مليون دوار انا شفت صورة مش عارف تبعوا معنا ولا لا بس انا شفت صورة فعلا لو الصورة اللي بيقول عليها عامل دي معنا جمعنا على انظر انا شفت صورة منتشرة فعلا فيه عربية وحملة دولارات قالك دخلت من باب جامعة الدول خلصت كل الحكايات يعني الموضوع خلص يعني فا ايه الحكاية بقى؟ كلام نفهوش ايه حساس من الصحة الخمسين في المية اللي اتصرفت ليه اللي عيبة اصلا يعني مساهم فيها مساهم فيه في جزء منها بعض رجال اعمال انا كنت بتكلم النهاردة مع احد المرشحين الانتخابات مش عايزين نقول لها سامي عشان ما بنبقاش بنعمل لها لحد اصلا لان الناس عارف هتختار مين فبحبش انا نظام نوجه الناس اللي شغال فكل واحد حر في اختياره اعرض البرامج بتاعتك في الوقت القانوني بشكل لقيحي بشكل محترم وتبتكلم بقى انت واحد قالك منهم ايه بقى؟ فقال لي احنا مساهمين في الخمسين في المية اللي من المستحقات اللعيبة اللي اتصرفت اصلا وجمان ما كان فيه رجل اعمال هو اللي دفع مستحقات اسوريو ورجل اعمال هو اللي دفع الاتحاد اليد فازا مالك دخل له عربية فيها اكتر من مليون دولار وياسيف الجزيرة قالوا له استنى بس انتزبط موضوع مستحقتك اللي بالدولار شوية ويزيزو خد شوية هنا خمسة ونص ويبقى لك خمسة او خد خمسة ويبقى ممكن اصارك سؤال عام شوية اصارك سؤال عام شوية امتى كل الازمات دي تعد نادي الزمالك نقول خلاص بقى الزمالك اصبح هادئا دون مشاكل ودون غرامات ودون مستحقات متأخيرة امتى جمالي الزمالك هتتطم من كده وزيرتاح طول اخيرا ناخد نفسنا تعرف ان دي نقطة انا حابب اتكلم فيها اصلا فضل بص انا هتكلم بمنتهى الصراحة نادي زمالك لازم يتحول لمؤسسة لشركة عنده ادارات بشكل محترم المجلس الماضي هو في الاول وفي الاخر مكانش فيه الادارات الكافية او النظام الكافي اللي يخلي النادي منتعش لسنوات او عنده طول الوقت استقرار مادي واداري فكان عنده اخطاء كبيرة المجلس اللي قابله بتاع الدكتور كان يعني عشان محبش اذكر اسم معين او سين او صاد يعني كان برضو عنده مشاكل ان كل عضو موجود فيه كان بيتحكم في ادارة معينة بشكل معين فهو اللي مسيطر عليها فبالتالي النادي كان فيه ثرق شوية او احزاب شوية كمان اللي جاي انا اتمنى او اشوف عشان نتزى مالك مهم الكرة القدم المصرية فبالتالي من المهم الرياضة المصرية بشكل عام مش كرة القدم المصرية الرياضة المصرية فعلا عندك كرة الهدية المصدر الاول لللاعبين ومختلف الالعاب يعني طبع فالمهم النادي يتحول لشركة ومؤسسة يعني مثلا جيه مجلس فيه مشرف على النظام المالي فيه مشرف على القطاع الاداري فيه مشرف على القطاع الرياضي كل واحد ياخد صلاحياته الكاملة يا كريم وينبسق من اللجان اللي هتعمل دي لجان اخرى بتقوم بالدور التنفيذي والاشرافي والمتابعة وفي النهاية كل ده بيعرض على طرابيزة مجلس الادارة وهو اللي يقرر صحيح لكن فكرة ان في كل مرة يجي مجلس العمل فيه ما بيتمش لصالح اللي بعده يعني اللي جاي هيشتكي من اللي قبله واللي قبله واشتكي من اللي قبله واللي قبله الدوامة اللي حصلة دي بتتسبب في النهاية ان جمهور النادي اللي بتتظلم وفرق النادي اللي بتتظلم ولعبت النادي اللي بتتظلم فبالتالي عشان المشاكل دي تتحل لازم المجلس الجديد داخل وهو عارف يوفر مليار جنيه من ايه يعني وانا داخل كده صباح الخير 20 اكتوبر الانتخابات حصلت جيت تسليم وتسالق عدت مليار جنيه عشان تحلي مشاكل الزمال عدت مليار جنيه وتعالي اقعد وخطط وفكر وشوف انت هتعمل بالمناسبة ازمة القيد هتحل قبل يناير ولا هتبدل مكملة المسؤول يناير اكيد انا اعتقد يعني كل المرشحين تقريبا الموجودين او اللي لهم حظوص كبيرة والشغل الشاغل بالنسبة لهم هو ازاي تتحل مشكلة كانوا بيعملوا من فترة يعني على تجمحها من بعض رجال الاعمال ان لم يكن الامر يعني فيه يعني رقم مغين وصلوله مع بعض ولكن في النهاية انا شايف ان الاتجاه ان يبقى من خطوات المجلس الجديد اللي هو يقول انا عملت خطوة ايجابية ان هو اول ما يجي يقولك انا هجيب صفقات في يناير وكد وكد هيتفتح